السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ازول تحية كل شفزائري داخل وخارج وطن مرحبا بمشاهدين الكرام في قناة قرون في ناك دي زاد لزابوني توقعنا اجدد القدم لشوفينا الاول مرة مرحبا بكم في قناة اخبار المنتخب الوزنطاني الجزائري ومحترفين وفتح فساد الكرة الجزائرية واتحاد العار والاستعمار اخوتي اليوم بدنا لكم فيديو خفيف ان شاء الله حول تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري التشكيلة كما قلنا لكم اول امس وامس بغياب الكبير للتشكيلة وهو غياب جمال بن عمري غياب قلنا لكم بالمصادرنا قانت بلي جمال بن عمري غائب غائب ولكن بعض الناس قامت بتكديبنا ولكن الحمد لله الناخب الوطني لم يغابر بالعمري انه عنده عصابة خفيفة وقالها في الندوة صحفية قال لكم ممكن نشركها قادر يشير ممكن لحد الان ما لحد الان ما معدناش معلومة اسكرة في التشكيلة الاحتياطية او راي في التشكيلة او راي خارج القائم احنا شفنا تخلي الملعب مع اللاعبين رقموا تشوفوا في الصور دخلوا اللاعبين داروا كما يقولوا دورة شرفية على الملعب شافوا ارضية الميدان روح معنوية كبيرة ارضية الميدان رائعة جو بارد شوية بارد مجو مليح رياضي اه نعطيكم خوتي تشكيلة المنتخب الوطني اه حراسة المربع رئيس واهب ام بلحي كالعادة رقم اثنين حليمية لانه بعد غياب عطال حليمية ضمن مكانه الاساسي ونتمنى له يدير مقابلة اه جميلة بعد الاداء جيل اللي دارها كونتر مكسيك والشرط التاني اللي اده كونتر النيجيريا اه في الرواق الايصر كالعادة رامي بسبعيني ما كانش خيارات كين رابين بسبعيني هو الخيال افضل ما اقري الحق الوطال لكن هو الخيال افضل الحق هو عبداللوي ولكن بسبعيني نعافو سيتيون طالون اندوش كي طعب الدفاع طهرات مكان جامل بالعمري طهرات سدعب دوري السعودي هو اللي اخده مكان طهرات مكان بالعمري كالعادة هو اللي اللعب كونتر نيجيريا ولعب ضد ضد المكسيك اه نجم نقول بللي كين تساجم هذه المباراة التالي ترمي عبو فرحبا مليحة سيبون سيتيون بون شوز اه طهرات بجانبه ماندي وفي وسط الميدان مكان قديورة اه مهدي عبيد قديورة اللي كما قلنا لكم من هالي دلنا التحليز على المباراة التي تشفو عليها قلنا لكم احنا الاواعي اللي قلنا لكم بللي اه اه قديورة ما يتكشي لعب مغير ليكون فوكرا في صحة جيدة ما يتكشي لعب مباراة الدهاب لانه اخذ البطاقة الحمراء ضد المكسيك توريدا وعوتوماتيكم هذيك مقابلة ودية ومسجلة لدي الفيفا ولهذا المنتخل قديورة معاقب لاجم مباراة واسط الميدان كالعادة الدينامو اسماعيل بناصر برفقة صوفيان فاغولي تشكيلة متوازنة في الهجوم ابراهيمي ياسين ابراهيمي رياض محرز وبغداد بنجاح تشكيلة كما يقولون تشكيلة اه منتظرات تشكيلة مقبولة مكانش مفاجآت هي تغيير طهرات بيم العمري وعبيد مكان قديورة هذه هي ان شاء الله المتخب الموطني يدي النتيجة ايجابية ان شاء الله يكون اليوم الفوز اخر ونقعده في الديك السلسلة بدون هازمة 21 ان شاء الله اليوم نديروا 21 مباراة بدون هازمة وعن قريب ان شاء الله نحط المرقم القياسي لعد مصر وهو 24 مباراة بدون هازمة افريقيا ان شاء الله اخوتي اتيناكم قاعد لكين كلامنا اللي قلناه قلناكم بالعمل المصاب قلنا لكم اول امس وزيتكم فيما لكم بلعا قلنا لكم 95% لن يشارك هنا اخويا بينكم بالحنا مصادرنا موتوقة ولا نتكلم من فراق وهذا الناس اللي رايزة تحوصنا على الارتفات ولهم وروحوا اه انا ردوا علينا في اله في اله باش ما كناكم على المناجر المفبرك ومناجرتيك ردوا علينا وبعد اروحوا حكوه على الناس اللي عندهم خبره في الكورة الجزائرية وانتوتي فلاجيري والسلام عليكم وبعد المبارض ان شاء الله سيكون سيديو تحليل اذن الله مع محلل التلفزيون الجزائري عبدالنور كريبازا باذن الله وانتوتي فلاجيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة